أسعار المولدات الكهربائية دون حسيب أو رقيب والضحية للمواطن تقرير جسيترات قسطون فوضى أسعار المولدات الخاصة بتزيد من معاناة اللبناني اللي أصبح مهدد بالعتمي بظل أسعار بتلامس الخيال للخمسة أمبار فقط فهل ارتفاع الأسعار إلى هالحد مبرر؟ ارتفاع فتورة المولد هي ناتجة عن أمرين أمر أول زيادة ساعات التقنين وأمر تاني ارتفاع أسعار المزوت ولكن يا معالي الوزير وبحسب موقع وزارة الطاقة وبمقارنة بسيطة بين تسعيرة الوزارة ب31 أيار وتسعيرة الوزارة ب27 حزيران بيتبين أن متوسط سعر صفيحة المزوت زاد من 19.345 ليرة إلى 20.090 ليرة أي بحدود الأربعة بالمئة فقط متوسط ساعات القطع زاد من 210 ساعات بأيار إلى 235 ساعة بحزيران أي بـ 12% أما تسعيرة الوزارة فزادت من 85 ألف ليرة بأيار إلى 100 ألف ليرة بحزيران أي بـ 17.6% ارتفاع يتناسب مع الارتفاعات بساعات القطع وأسعار المزوت ولو يفوق بقليل علما أنه بحسب وزارة الطاقة التعريف الشهرية مبنية على أساس السعر وسطي لصفيحة المزوت الأخضر وذلك بعد احتساب كافة مصاريف وفوائد وأكليف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها فلماذا إذن عمدت البلديات إلى إصدار مذكرات بتسعيرة بتفوق بـ 40% تسعيرة الوزارة الشهر الماضي بوقت بالأشهر السابقة كانت ملتزمة وزير الاقتصاد وبعد الشكاوة أرسل كتاب إلى وزارة الداخلية والبلديات طالبا التعميم على البلديات بالالتزام بالسعر المحدد من وزارة الطاقة واتخاذ كافة الإجراءات بحق البلديات والأشخاص المخالفين وزارة الطاقة بدورة ترسل شهريا كتب حول التسعيرة للقيام بالمقتضى بحسب إلية الضبط المشتركة للوزارات الثلاثة فلماذا إذن هذا التفلط؟ وهل بيدخل وزير الداخلية للحد من التسابق على الربح غير المشروع من جيبة المواطن؟ لا يعود أيضا السؤال الأكبر لماذا لا تتدخل الدولة على خط الموالدات الخاصة ليقدر حجمه بملياري دولار سنويا دون أي درائب أو رسوم تفرض علي الدولة؟ ترجمة نانسي قنقر